هل تساءلت يوماً عن مدى إدراك الوالدين في قبورهما بأخبار أولادهما الأحياء؟ هل يشاركون في الحديث مع من يزورهم؟ في حديث نبوي شريف قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا ويرد عليه السلام هذا الحديث يشير إلى أن المتوفى يسمع ويفهم ويرد على التحية الميت يشعر بزيارة أهله ويستبشر بها وقد يصل إليه ثواب الأعمال الصالحة مثل الدعاء والصدقة لكن هل يشعر الميت فعلاً بزيارة أهله لقبره؟ من الواضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة الأموات لعدة أسباب هامة الزيارة ليست مجرد تقليد بل لها معنى عميق منها أنها تذكرنا بالآخرة وتمنحنا فرصة للتفكر والاعتبار إضافة إلى ذلك قراءة الفاتحة والدعاء للميت هما من الأعمال التي تصل إليه وكذلك فإن الميت يسر ويستبشر بزيارة أهله له قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا مر على قبر من كان يعرفه في الدنيا وسلم عليه فإن الميت يعرفه ويرد عليه السلام هذه الزيارة تشعر الميت بالراحة والسكينة وتظهر مدى حب وتقدير الأحياء للميت لذلك من المهم أن لا ينقطع العبد عن زيارة المقابر والدعاء لأقاربه وللمسلمين زيارة القبور تذكرنا بمصيرنا وتساعدنا على التواضع والتفكر في حياة الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة عندما نزور القبور نتذكر أن هذه آخر محطة في حياة الإنسان قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى يجب أن لا يتوقف العبد عن زيارة قبر والديه أو أقاربه والدعاء لهم فهذه الزيارات تعكس الاحترام والمحبة والتذكير بالموت الذي هو جزء لا يتجزأ من حياتنا أما بالنسبة لسماع الميت بمن يزوره فقد وردت أحاديث تشير إلى أن الميت يأنس بالزيارة ويشعر بالتحية ابن عمر رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل القليب وقال وجدتم ما وعد ربكم حقا وعندما سئل عن دعائه للأموات قال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون وهذا يعني أن الميت يسمع ولكنه لا يرد بشكل ملموس من المهم أن نفهم أن الميت لا يعرف تفاصيل حياة الأحياء مثل المعيشة والزواج والنجاح لأن الميت مشغول بحياته البرزخية ولا يهمه سوى ما يصل إليه من ثواب يجب علينا أن نتذكر أن الدنيا زائلة وأن الأهم هو ما نقدمه من حسنات تصل إلى الأموات نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك